الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على أنس وبيسان فأنس وبيسان نزلوا على حساب بيسان بالتيك توك هذا المقطع اللي كانت لابسه بي بيسان ملابسات من طالب فلدخلوا على التعليق راح تفونوا ان كل تعليق تهجمون عليهم اللي هما من جيش نور مار والنارين بيوتي لأنهم بيسان سببتهم فاللي شاف المقطع المقلب وطعم الناس بكتكيفون حقيقة أنس الشايب انه هو مرجال وغي اكتبوني يا حبايب لكم اشتركوا هذا الخبر هل ما يستحقون ان تهجم من تعرضوا له او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فلنور رزع على سبب اللي انستجرام شوي تستوريات وبهذه اليوتيوات كانوا اياك قمر مار ولما خلاها انه راح ينزل مقطع اليوم على الساعة بالاربع على قناة الثانية فرطتكم هذه اليوتيوات شوفوها يو جلدين صورناكم فيديو كتير رهيب انا وغمر خليكم جايزي بكرة على الساعة اربع اقناة الثاني او بالليوتيوبر الثاني اللي عدنا فيه نور ستار فلنور رزعت على حساب بابلين انستجرام شوي تستوريات وليشانت تقول بيها انه راح تفتع بث مباشر اليوم عن الساعة بالتسعة ولا حيكون بث مباشر مع الاسئلة راح تقوم بستوريات شوفوها اول مرة حاعمل بث مباشر بعد عمليتي حيكون بكرة حشيل هاي اللزاقة وحفرجيكم شكل انفي بدون اللزاقة بالبث المباشر حيكون البث بكرة الساعة التسعة المسا بتوقيت السعودية والعراق عشر الخبر الثالثي اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور ستار فنور ستار نزلت على حسابها بالانستجرام هذا البوست وهذا البوست كان بي صورة اليها ايا ويا خشمها الجديد وفعالية كل التعليق اللي جدت عليها كان يتهمون بي عليها ويقولون انت جامل شنت تقولين ان انا ثقة بالنفس وانت ليش غيرتي حالي ومسويت عملية تجميل فوين ثقت النفس شنت تتحشينها عليها رح ما ادري اكتبوني احبايا بالكومنتاج وراكم بها وهل تتحق نور ستار هذا تهجم التعرضات له او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن احمد ابو الرب والعمل الخيري لحب انو يسويه فاحمد ابو الرب نزعلها سبب الانستجرام هذا البوست واللي كان كاتبيه انو كل ما توصل الصورة عشر تالاف لايك لحيتبرع بسعر صوبة للفقراء وانا سواصل طبعا دعموا هذا المشروع نزلوه بالاستوري وطبعا المتابعين انو نحطوه اللي لايكات ايه مترية تبرع بالصوبة اكثر واكثر اكتبوني احبايا بالكمنتاج وراكم بالعمل الخيري احب انو يسوي احمد ابو الرب ورحوا اطوله لايك الخبر الخيسي اللي عدنا عن فضيحة ماية الجمال وي انس الشايب انهم يحبون بعض وهذه المرة من داخل الفراش طبعا بالبداي بس رح حطكم خبر بسيط من مقطع سابق هلهم يحبون بعض او لا شوفوا الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحة ماية الجمال انس وبيسان اسماعيل ماية الجمال وانس الشايب كانوا يحبون بعض هذا اللي انا ما بعرفه هذا الموضوع هو ما بهمني اسمعه فهمت الفكرة شلون قلبت هلو اي اي عم بحكي معك اه اسألني شو بدك اسأل اه بحكي لك مايا كانت حبيبتك بعدين صارت مع عجواني بعدين قلبت لعندك شلون مايا ما كانت حبيبتي كن نصور مع بعض وكنت عزة طيب ليش فضحتك وبعدين هل ارجعته لبعض طلعت وفضحتني لانه في شراب بضحقه قليها فمثل ماذا تشوفون انس شايب ينكر ان هم كانوا يحبون بعض ولكن هذا بالمقلب ولكن رحطكم حاليا تجيل اردكم تسمعون هذا التجيل اذا تشوفون ان مايا الجمال تقول ان هو فلنة كان يحبها وانه خان هوية بيسان اسماعية وبالنفس الوقت تقول لما صارت مشكلة بين جواني وبيسان انس الشايب مدخل بالموضوع لان هو اساسي يحب مايا الجمال وبعد يحبه الى الان احطكم هذا التصور يشوفون طب سؤال مدامه انس يحب بيسان اسماع اهو بحبهاش انا متأكد وهو محبش غيري يعني انا عارفة هذا الاشياء بسؤال لما صارت ولعت المشكلة بين انس و جواني وبيسان ليش انس ما تدخل بالمرة بايش ليش ما تدخل في المشكلة انس مشكلة بيسان و جواني ليش ما تدخل بالمرة انا شكيت انا شكيت انه عشاني اوكي حاليا خلينا نحطكم شوية تباتات زيادة واللي هو هذا الفيديو قدامكم خلينا نشوف شنو اكو الصور اللي حتطلها قدامنا اللي هي اما هي الجمال و هي انس الشايب هما بالفراش و هي بعض فاتحة المكالمة يعني بالماسنجر فهل يعتر اذا هما كانوا اخ عزيز عليها هم يسوون هش اشياء او لا مجرد تحذير بسيط لانس الشايب همين انو حقول لانو انو مناسي السمال سبت اختي و في زي ما قدت منك القصاص و بس مع السلامة